أهلا بكم إلى هذه الجولة على صفحات الجرائد المغربية الصادرة اليوم وبداية جولتنا بالاقتصاد على صحيفة المساء نقرأ قطاع الصناعة يتعفى واستعاد أزيد من 90% من مناصب الشغل مولاي حفظ العالمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أشار إلى أن القطاع استعاد عافيته تقول الجريدة بعد استرجاع 96% من مناصب الشغل التي تم فقدانها بسبب الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا تنقل الجريدة إلى جريدة اليوم المغربي ودائما في الشأن الاقتصادي الجريدة كتبت أن بنك المغرب يتوقع نموا للاقتصاد الوطني بنسبة 4.7 سنة 2021 وفق ما كتبت اليوم المغربي توقع أن يتقلس الاقتصاد الوطني بنسبة 6.6% في مجمل سنة 2020 قبل أن ينتعش ليصل إلى 4.7% سنة 2021 ونختم بهذا الخبر على جريدة أخبار اليوم الجريدة كتبت أنه يجري تجهيز مطاري الدار البيضاء ومراكش لاستقبال اللقاحات المغرب تضيف الصحيفة يستعد لاستقبال طائرات تنقل أولى الجرعات من لقاحات فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة والاستعدادات اللوجستيكية لتخزين اللقاحات ونقلها في ظروف صحية آمنة ترجمة نانسي قنقر